أن أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج الرافضة يسبون أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ويلعنونهم ويكفرونهم أو يكفرون أكثرهم وفي الجانب الآخر يغلون في علي رضي الله عنه وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية أو يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية ويصرفون لهم أنواع من العبادات كالدعاء والاستقاثة هذا جانب الرافضة والخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وأولاده ومعاوية ومن معهم رضوان الله عليه فانظروا ترى المقارنة هنا بين الرافضة في موقفهم من علي رضي الله عنه وأولاده والخوارج والخوارج في موقفهم من علي رضي الله عنه وأولاده وهم كما سيأتي بعد أبي بكر وعمر وعثمه فلا يقدمونهم على من هو أفضل منهم ولا يؤلهونهم ولا يصرفون لهم شيئا مما لله عز وجل وسيأتينا كلام بديع نفيس في آخر الكتاب عن الموقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم